أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا أكد أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتي تمثل ركيزة أساسية لصول السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التعاون والتنصيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلاة بالمبادرة الرئيسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وذلك بحضور الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر مؤكدا سيادته على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات التي تهدد الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته مستعرضا سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه ومشددا على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخرا في سيناء وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة خاصة أمن البحر الأحمر حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنصيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون والتنصيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلاة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ أخذا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاتني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة وقد عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع سكن كريم كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق خاصة على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر والذي يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة